أمام 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 أحباتي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله متابية العزاء وإن شاء الله تعالى نبدأ معكم مشوارنا مع أشبتنا اليوم سنتحدث عن عشبة بذرة تسميها لكن لا تخلى من كل البيت كل الناس تعرفها في القهاوي في كل مكان ترى الناس يتناولونها سواء شرب كشاي أو يأخذونها كلهوم لها عدة استخدامات ألا وهي الحلبة الحلبة أحبتي الأكارم هذه من الحبوب أو البذور مذكورة في الطب النبوي وكذلك في الطب القديم ولها فوائد طبية عجيبة جدا يعني بالإضافة إلى تستخدم كمنكة في بعض أنواع الأكلات عند بعض الثقافات كالهند ومصر وغيرها ولكن لها فوائد طبية عجيبة جدا خلونا نستعرضها مع بعض قبل ما أبدأ بالفوائد الطبية أبي أوجه رسالة تخص أبنائي اللي يتجهون إلى محلات المكملات علشان يأخذون البروتينات بالترياضيين علشان ينمون العضلات إلى آخره أنتو يا عيالي العزاء كل اللي تحتاجون ترى تحتاجون بروتين لايسين حق العضلات تحتاجون شيء يعني بوستر للتستسترون اللي عندكم في الجسم هذه يعني تقدرون تحصون على الشغلة هذه ترى بالحلبة لأن فيها بروتين لايسين بروتين طبيعي وهذا مفيد جدا للعضلات وكذلك مع عشبة اللي اسمها تونكات علي أو عصى علي هذه العشبة هي تعتبر بوستر أو محفز للتستسترون ونفس الوقت عندكم اللاشين اللي بالحلبة أخذوها ككومبينيشن مع بعض وتناولوها يعني الصبح مرة بالليل مرة يحطوها مع الحليب مع الماء لهم اللي تابون واستغنوا عن الأشياء اللي تأخذونها من محلات المكملات لأن هذه أفيد لكم ووصح لكم وتحقق يعني الغرض اللي انتو تابونه ها من عضلات وبناء جسم ومن صحة جيدة إن شاء الله تعالي لكم الحلبة من فوائدها إنها خافضة للسكر ومعروف إنها خافضة للسكر بس اللي تناولها لهذا الغرض يدير باله عشان لا يصير معاه حالة معروفة اللي هي هبوط السكر أو الهابوغلاسيميا لأنه ممكن يصير معاك الهبوط يعني الله يحفظك الله يحفظك بنيتي أختي وانت ينامي بالليل ما تدري عن نفسك الخوف إنها تكون هذه النومة وحدة فيدير باله اللي يتناول الحلبة اللي هي غرض السكر أنا دائما يراقب السكر ماله وشوف نفسه إنه ما وصل إلى المعدلات المتدنية لأن بعض العشاب والحلبة منهم ممكن تنزل السكر إلى مستويات متدنية شلون الحلبة الحلبة شلون تشتغل في الجسم علشان تنزل السكر الحلبة أولا لها مفعولين المفعول أول هذا ترى فيما يخص السكر المفعول أول إنها يعني يعني تقلل من كفاءة لمعاء الدقيقة لامتصاص السكر للإمتصاص السكر يتموين لمعاء الدقيقة الحلبة هنا شه تسوي تقلل من كفاءة لمعاء الدقيقة لامتصاص السكر الشيء الثاني والأهم إنها تحفز خلايا بيتا اللي Sheriff كرياس علشان تفرز ها هرمون هايش الإنسولين وهذا الشيء هو المطلوب إذا عندك تحفيز الإنسولين وعندك شنو عندك تقليل من امتصاص السكر في لمعاء الدقيقة احنا نتكلم عن السكر تايب 2 اللي هو من نوع الثاني ما نتكلم عن السكر اللي هو الـ Child Onset ولا هو سكر تايب 1 نتكلم عن مقاومة الانسولين او نتكلم عن السكر من نوع الثاني هذا اللي تسوي بالضبط الحلبة في أجسامكم علشان تقللكم مستويات السكر الحلبة كذلك من المنشطات يسمونها أفروديسيك هذه منشطات للجنسين للرجال والنساء يعني أي واحد يبحث عن منشط جنسي سواء وصل إلى أواصط العمر أو أواخر أواصط العمر بير يتقدم في السن شوية بدل ما يلجأ إلى الأشياء الكيميائية وإذ نفسها الحلبة هذه تعتبر على رأس الهرم في مجال التنشيط الجنسي للرجال والنساء في نفس الوقت فهذه تعتبر من المنشطات الطبيعية بغض النظر عن ريحتها ريحة الحلبة أكثر الناس يقول أنا ودي والله استخدمها ودي أتعامل معها بس المشكلة دكتور الريحة والريحة هذه شيء ما يطاق أنا معكم الحلبة ريحتها قشرة خصوصا مع التعرق مع أي مجهود تبدأ في انتشر في الجسم منطقة الأبط مع التعرق فالإنسان يستحيدش إلى أماكن مثل الوزارات وهذا مع الناس ليش؟ لأن الريحة تكون ريحة قاتلة وغير محتملة شلون تعمل مع هذه الظاهرة؟ الحل بسيط خلكم معاي أعطيكم الحلول للتخلص من رائحة الحلبة أشبتنا فيها الفائدة للصغير والكبير خلونا نتعرف على فائدها وطرق استخدامها خلكم معاي رائحة الحلبة في زيت طيار بالحلبة أول نسؤول الأول عن هذه الريحة طبعا كثير من القهاوي وهذا الآن تشوف أو تسمع صيحات مني منناك عايز شراب حلبة أبي شراب حلبة أبي شاي حلبة فصارت يعني صار شراب الحلبة هذا شي شبه متعارف عليه شون تخلص بريحة الحلبة الحلبة هذه يطحنونها طحن جيد بعدين دخلونها على الفرن الفرن العادي اللي في البيت ويخلونها على الحرارة الثمانين لمدة أربع ساعات هذه الفترة كافية للتعقيم وفي نفس الوقت للتخلص من زيت الحلبة الطيار المسؤول عن الريحة الحال هذه تأخذها يكون فيها أقل ضرر بعدين ترى الحلبة من الأشياء اللي طبعا حسبوا الجرعة المسموح فيها ممكن الإنسان يأخذ إلى غاية عشرين ممكن يزيد إلى خمسة وعشرين قرام باليوم بدون أي ضرر لاحظ ممكن عشرين إلى خمسة وعشرين قرام من الحلبة البودر يلهمها الهام بس طبعا على جرعتين أو على ثلاث جرعات كجرعة يومية ما فيها أي مشكلة غير عن العشاب الثانية مثل الحلبة السوداء قرام ونصف باليوم بس حدك فشوف الفرق بين الحلبة السوداء قرام ونصف والحلبة عشرين قرام القصة الهندي نصف قرام أو ستمائة ملي قرام باليوم شوف الحلبة خمسة وعشرين قرام باليوم تأخذها بدون أي مشكلة طبعا كل ما زت منها كل ما مفعولها صار أكثر كل ما ريحتها صارت قاتلة أكثر تقدروا التعامل مع هذه الريحة بالطريقة اللي قلت لكم إياها ما فيه داعي تروح إلى المكسيموم دوز تخذها مثل ملعقة وسط مع الحليب بالصبح وبالليل وانتهى الأمر تبي فائدتها تكون كاملة متكاملة أخذها كبودر الهمها الهام إنما إذا أخذتها كشاي رح تأخذ جزء من فائدها في ناس فاهمة إن شاي الحلبة يأخذ الفوائد كلها لا شاي الحلبة لا فوائد معينة إنما مثلا بالسكر اللي يريد أن ينزل السكر عليه بشاي الحلبة بس إذا أخذت الحلبة بودر رح تأخذ الفوائد كلها كاملة عندنا الأخوات ابنياتي صغيرات السن اللي يعانون من آلامها قبل الدورة إذا تعودين نفسك ابنيتي إن قبل موعدها أنت عارف مثل موعدها مثلا بعد ثلاث أيام ابدي من الحين تأخذين يفشي صغيرة الصبح من الحلبة البودر إذا أنت تجيش آلام شديدة بالدورة لا تطاق يتروالي التحملين ريحتها أهون عنك مما تحملين آلام الدورة الشهرية أنت وراتي دوام وراتي مسؤولية بيت وراتي يعني إنشطة اجتماعية فهذا الأشياء راح وغايت يتأثر عليك وضايق خلقك تحمل أي ما يخالف أو أنت تعاملين بالحلبة بالطريقة اللي قلت عشان تخلصين من ريحتها وتحطينه في مرتبان زجاجي بالثلاجة يعني بعد ما تحطينه بالفرن راح تريحتها خليه في مرتبان زجاجي بالثلاجة واستخدميها من الثلاجة كيف تصغير أنت الحوس أو وسط كحد أغصى لهوم قبل موعد الدورة بفافة أيام كل يوم تأخذينها راح تدشين في فترة الدورة ما تشعرين بالآلام يا بنيتي ترتاحين إلى ما غاية ما تطهرين إن شاء الله تعالى الحلبة تعتبر من مسيلات الدم يعني تبطأ من عملية تجلط الدم فعند النزيف أو عند الجروح عند العمليات الجراحية أو عند الحجامة مثلا تكون الحلبة عقبة فالمتأود الحلبة لازم يوقف قبل موعد الحجامة أو العملية الجراحية بسبوع يرجع عليها بعد العملية الجراحية بسبوع أما إذا كانت الحلبة هذه يأخذها ويأخذ معهم سيلات الدم فما تنفعها راح تخلي سيورة الدم أكثر وأكثر وهذا الشي ومصارحك خطر على صحتك مسيلات الدم هنا مو الأسبارين لا الوارفارين وطقة الوارفارين أو مستوى الوارفارين هذه تكون مسيلات الدم قوية مثل وارفارين وغيرها فعليك بل حالة هذه الحلبة الأفضل أنك ما تأخذها أو تأخذها بجرعات قليلة أو أنك أنت تراجع الطبيب وتسوي فحوصاتك الدورية وتأكد أن الحلبة ما أثرت عليك هذا التأثير الأسبارين مو بالحسبة وارفارين فما فوق أو بمستوى الوارفارين هذه تعتبر مسيلات الدم قوية تتعارض مع الحلبة فيه وائد أعشاب تتعارض مع مسيلات الدم والحلبة واحدة منهم بالصين يستخدمون الحلبة للأمراض الجلدية وإن شاء الله تعالى أقول لكم شون يستخدمونها للأمراض الجلدية هذا الشيء هم الأمهات خصوصا لديهم أولاد يعانون من لقزيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة